وبعد المجزرة التي ارتكبت قوات الاحتلال في نابلس قصفت الطائرات الاسرائيلية مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في الوقت الذي اطلقت المقاومة صواريخها تجاه الاراضي المحتلة ردا على جريمة الاحتلال بمحافظة نابلس ردا على مجزرة نابلس التي اصفرت عن استشهاد فلسطينيين واصابة المئات اطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صواريخها اتجاه المستوطنات الاسرائيلية وتفعيل صافرات الانذار في مستوطنات ازديروت وعسقلان ونيرعام المحاذية للقلاف رد تزامن مع قصف اسرائيلي لمواقع المقاومة غرب ووسط قطاع غزة الحق اضرارا جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة عدوان اعقبه اعلان حالة التأهب القصوى في المنظومة العسكرية الاسرائيلية الشعب الفلسطيني الذي يقاتل العدو الصهيوني على اساس ان هذا القتال هو من اجل انتزاع حقه في ارضه ابتداءا ومن اجل دفع العدوان الصهيوني اليوم المقاومة الفلسطينية فجرا ردت على هذا العدوان الصهيوني بالامس المقاومة الفلسطينية اليوم تثبت بما لا يدع مجال للشك ان وحدة الساحات ماضية وان قطاع غزة لا يختلف عن الضفة الغربية لا يختلف عن الشتات اللجان الشعبية والقوى الوطنية والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة اعلنت الحدادة والاضراب الوطني الشامل في كافة مناح الحياة تعبيرا عن غضب الشعب الفلسطيني والسنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ترجمة نانسي قنقر